أعادت جريمة مقتل خمسة أشخاص بنيران مسلح داخل قاعة الأخبار في إحدى صحف أنابلس عاصمة ولاية مارلاند الأمريكية أعادت الجدل حول قوانين حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة تفاصيل أوفا في التقرير التالي دفعت إحدى صحف أنابلس في ولاية مارلاند الأمريكية الثمن غاليا حين فتح مسلح النار داخل قاعة الأخبار ليحصد أرواح خمسة أشخاص بينهم أربعة صحفيين الهجوم الذي استهدف الصحيفة تحديدا كشفت وسائل إعلام أنه كان بدافع الانتقام بعد أن فشل منفذ الهجوم في كسب دعوة قضائية ضد الصحيفة بتهمة تشويه السمعة الديلميل البريطانية كشفت عن تفاصيل وصفت بالمثيرة عن منفذ الهجوم جراود راموس البالغ من العمر 38 عاما الذي دخل في نزاع قضائي طويل مع الصحيفة منذ 2013 بعد أن كتبت عنه مقالا عام 2011 يتعلق بملاحقة امرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن طريق إرساله للمرأة العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني على مدار أشهر ووصفها بكلمات نابية وطلب منها أن تقتل نفسها راموس دخل إلى غرفة الأخبار وأطلق النار على الموظفين حيث كان مسلحا ببندقية وقنابل دخان عندما شن الهجوم قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض عليه وتحويله للتحقيق لمعرفة دوافع ارتكابه لجريمته الهجوم أعاد الجدل حول قوانين حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث كشف المدافعون عن تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة جهودهم غدات عدة عمليات إطلاق نار وقعت في مدارس هذا العام بما في ذلك مقتلوا 17 شخصا في مدرسة ثانوية في فلاريدا وعشرة أشخاص في مدرسة ثانوية أخرى في تكسس خلال الأشهر الماضية وأظهرت دراسة صدرت مؤخرا أن الأمريكيين يملكون 40% من الأسلحة النارية في العالم رغم أنهم لا يشكلون سوى 4% من سكانه وسط تساؤل عن مدى سيطرة أصحاب رؤوس أموال الأسلحة على سن تشريعات تحدد من حيازة الأسلحة داخل المجتمع الأمريكي مع ارتفاع متواصل في عمليات القتل الجماعية